مع تواصل المعارك واحتدامها بين القوات الأذرية والقوات الأرمينية في إقليم ناقورني قرابار تزداد التساؤلات حول أسباب الدعم الإيراني لأرمينيا ضد أذربيجان والذي يقابله دعم تركي كبير لحكومة باكو ضد بريفيان محللون يرون أن الإيرانيين لا ينظرون إلى المواطنين في أذربيجان على أنهم موالون بالطريقة نفسها التي ينظرون إليها إلى أصحاب المذهب نفسه في لبنان والعراق والبحرين وغيرها وذلك يعود إلى أن الأذربيجانيين في إيران يمثلون حاليا نحو 16% من سكانها وتخشى إيران كثيرا من انفصالهم أو تحركهم لصالح أذربيجان كما أن تبني أذربيجان النموذج القومية يضعها في تناقض تام مع النموذج الديني الطائفي الذي تقدمه إيران فضلا عن ذلك ينظر الطرفان إلى بعضهما بعضا بتوجس كبير نظرا لما يمثلانه من نموذج متناقض من ناحية أخرى تعتبر اللغة الأذرية أقرب لغات من المجموعة التركية إلى اللغة التركية الخاصة بتركيا كما ينتمي مواطن أذربيجان إلى الإثنية التركية ويعرفون أنفسهم من باب الهوية القومية التركية وليس من باب الطائفية الشيعية وفقا لمراكز بحوث دولية ولذلك فهم أقرب إلى تركيا منهم إلى إيران كذلك فإن أذربيجان كانت تتخوف بشكل دائم من سياسة تصدير الثورة التي يمارسها النظام الإيراني ولذلك حمت نفسها من خلال التقرب إلى الغرب الأمر الذي ساعد في توسيع الفجوة بين الطرفين ولسيما مع توجه إيران نحو روسيا لتخفيف الضغوط الغربية عنها علاوة على ذلك يرى محللون أن إيران أقرب إلى أرمينيا فكلاهما يعتمد الدين والطائفية في تحريك العامة كما أن أرمينيا بخلاف أذربيجان لا تشكل خطرا على النموذج الإيراني كذلك تتقطع مصالح موسكو مع مصالح طهران في مواجهة الدور التركي الذي ينظر إليه على أنه منافس لهما في مناطق تعتبرها روسيا جزءا من إمبراطوريتها السوفيتية السابقة فيما تعتبرها إيران تاريخيا جزءا من بلاد فارس الكبرى ومن الثقافة الفارسية